بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم الإنسان في طوال حياته في كل يوم يقرر مجموعة من القرارات أنت عندما تستيقظ كل صباح تتخذ مجموعة من القرارات أن تقوم تذهب إلى الدرس تذهب إلى السوق تفعل كذا وكذا وكذا إلى المساء هذه القرارات التي يتخذها الإنسان يمكن أن نصنفها في نوعين النوع الأول القرارات الجزئية غير الهامة هذه القرارات كل إنسان في كل يوم عشرات قرار من القرارات يتخذها في هذه الساعة أذهب إلى أي مكان وأقول أي تكلمة وأفعل أي فعل هذه قرارات جزئية عادة تأثيرها أيضا محدود إذا هم كانت هذه القرارات خاطئة أضرارها إذا كانت هناك أضرار أيضا محدودة يعني واحد استيقظ يوم الخميس تصور أن هذا اليوم يوم أربعاء شال الكتاب راح إلى المدرسة وصل إلى باب المدرسة شاه في المدرسة معطلة هذا قرار خاطئ اتخذ لكن شنو كلفه من ضرر أو شي مهم أفرض كم دينار دافع مثلا كروة للسيارة أو كان تعبان يريد يستمر في النوم مثلا لأجل الدرس ما استمر في النوم أو أنه إذا ما كان يجي إلى المدرسة يذهب إلى مكان آخر مثلا القرار غير المهم باعتبار أن المتعلق غير مهم هذا القرار إذا كان في ضرر أضراره محدودة وإذا بي نافع أيضا نفعه محدود هذا النوع الأول النوع الثاني القرارات المهمة هذه القرارات المهمة قد تكون منافعها إذا كان لها منافع مهمة جدا وأضرارها إن كان لها أضرار مهمة جدا لكن في التاريخ إذا واحد يقرأ التاريخ يشوف مواقع مفصلية في التاريخ اللي غيرت حياة أمة حس إما من نحو الإيجابي أو من نحو السلبي هذه القضايا الهامة المفصلية سواء إيجابيا أو سلبيا كان منشأها قرار واحد اتخذ قرار خاطئ أو قرار صحيح القرار الصحيح سبب أنه يكون إلى آثار لمئات السنين والقرار الخاطئ أيضا سبب أن يكون آثار لمئات السنين هو قرار واحد لكن هذا القرار باعتبار المتعلق كان قرارا هاما جدا هذه كمقدمة ذكرناها للبحث الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله لهداية الناس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام العرب العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت حياتهم حياة صعبة جدا اقتصاديا فقر شديد بحيث أنهم كانوا يقتلون أولادهم مو فقط يأدون البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لا حتى الأولاد كانوا يقتلونهم بحيث أن الآية نزلت ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إملاق يعني فقر شديد وفي آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني مرة هو فقير يقتل ولده مرة لا هو مو فقير يخشى أنه في المستقبل يصير فقير فيقتل ولده فقر شديد وخوف دائم ليش لأنه كان من ثقافتهم الغارة يغير بعضهم على بعض بحيث أنه في الحديث الشريف شعارهم الخوف ودثارهم السيف الشعار الثوب اللي ملتصق بالجسم هذا يسمى شعار عندما نقول شعائر شعائر جمع شعيرة والشعار هم نفس الشيء هذا يعني إلى التصاق والبدنة جعلناها من شعائر الله يعني هذه ملتصقة بدين الله التصاق وثيق نقول الشعار الحسينية يعني هذه ملتصقة بالإمام الحسين وبالقضية الحسينية التصاق وثيق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى خطب نهج البلاغة هكذا يقول شعارهم الخوف دائما قلب خائف ليش؟ لأنه يحتمل في أي لحظة تصير غارة عليها والدثارهم السيف الدثار الثوب الذي يكون فوق الشعار يعني الآن الفانيلة شعار العباية دثار يا أيها المدثر والدثارهم السيف يعني دائما السيف يمه حتى منتظر غارة تصير عليها فمن الجهة النفسية في خوف دان من الجهة الاقتصادية في فقر من الجهة الاجتماعية كلها مشاكل بحيث أنه كانت من صفات الرسول صلى الله عليه وآله يضع ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني القوانين الكابتة العادات السيئة الرسول صلى الله عليه وآله جاء وألغى هذه القوانين الكابتة والعادات السيئة إذا واحد يشوف في شأن نزول الآيات وأيضا في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله يجد كثير من ذلك الرسول بمعاناة كان يغير هذه العادات السيئة آية تنزل ما يقبلوها الرسول يقول ما يقبلوه يخالفون الرسول عسب تعبيرنا بشلعان القلب كان الرسول صلى الله عليه وآله يفرض عليهم تغيير هذه العادات والتقاليد السيئة زين والجاه المنتشر وكل شيء منتشر من السيئات بحيث أن الإمبراطوريات الكبيرة اللي هي الإمبراطورية الرومانية في شمال جزيرة العرب والإمبراطورية الفارسية في شرق جزيرة العرب أو الشمال الشرقي أصلا لا ما كانوا ينظرون إلى هذه المنطقة ما ينظرون إلىها أصلا ما يفكر بيها بعد الإسلام ماذا حدث كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني صرتم كنتم خير أمة أخرجت للناس نفس هؤلاء الذين كانوا في هذه الدرجة من التخلف في كل المجالات أصبحوا رواد الحضارة الرسول صلى الله عليه وقف فعل ذلك إنها فعلة الرسول وهو الذي غير من الواقع السبب شنو هو السبب أنه هذا يعتقد بالصنم الرسول إجاء غير العقيدة بالصنم إلى عقيدة بالله الواحد الأحد هذا الذي يعتقد بالصنم هذا نتيجته هذا فإن له معيشة ضنكة أي بالدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى واحد يعبد الصنم مستوى ينزل ويهبط إلى حالة الصنم واحد يعبد الله سبحانه وتعالى مستوى يترقى ويصعد إلى أن يصير وكنتم خير أمة أخرجت للناس إذن هي كلمة واحدة عقيدة واحدة تعتقد أن الصنم شريك لله سبحانه وتعالى وأن هذا الصنم لازم تطعه بقدمك وتكسره الرسول صلى الله عليه وآله حينما فتح مكة أمر بدك هذه الأصنام وكسرها هبل اللي هو من أهم أصنام المشركين في مكة أمر أن يدفن هذا الصنم تحت باب بني شيبة اللي داعدنا في الأحكام الشرعية يمكن في شرح اللمعة هم شايفين أن يدخل من باب بني شيبة ليطأ هبل أمر أن يدفن هناك حتى كل يوم اللي يدخلون إلى المسجد ويدرون بعد الرسول أمر أن يدفن هنا هاي كسرات هبل وهو ليدوس برجلة هنا عقيدة واحدة بعض الأحيان بعض الناس لا يلتفتون مغرضون أو يقول شنو مثلا فد واحد كان يقول أنه القرآن شنو هذا التركيز على التوحيد أنت ما تفتح صفحة من القرآن إلا وفيها مسألة التوحيد مسألة التوحيد مسألة التوحيد دائما تركيز شديد عليها والجواب واضح أنه كل الحضارة الإسلامية مبتنية على هذا الشيء بالدنيا وبالآخرة الآن أنت تلاحظ يعني في عالم اليوم عندما تشوف ذول النواصب هذا الناصب يجي يفعل ما يفعل ماكو حرمة من الحرمات إلا وينتهكها في الإسلام أهم الأشياء شنو الدماء الأعراض الأموال العظيمة هذه أهم الأمور لذلك الفقهات عادة يفتون في هذه الموارد بالاحتياط حتى لو إذا الدليل الظاهري أو الأصل العملي هو في البراءة لكن يقول ما دام هذا يرتبط بالدماء أو يرتبط بالأعراض أو يرتبط بالأموال العظيمة تقدر تحتاط احتاط بس دول تشوفهم لا يراعي دم قتل الناس عندهم أهوان من شرب الماء ولا يراعي الأعراض ينتهك وكونها ولا يراعون حرمة لأموال الناس أي حرمة أخرى هم يراعوها بس هاي أهم الأمور أي حرمة أخرى لا يراعونها شنو السبب يعني تشوف ذاك الناصبي ما إلى دين هذا فلان واحد هم أفرض اسمه الشيعي بس ما إلى دين مو ملتزم بس لما نتقيس بالجريمة تشوف هذا الشيعي غير الملتزم عشر معشار جرائم ذو لكن النواصب ما يرتكبها هو مجرم لكن عشر معشار ذي الجرائم ما يرتكبها هو شنو السبب السبب هو أنه الشيعي عنده سلف سلف منه هو الإمام علي عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين الإمام الحسين الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق سار الأئمة عليهم الصلاة والسلام وبعد الأئمة العلماء الصالحون هذا من اليوم الذي فتح عينه زين أمه ودته إلى المجالس الحسينية وسمع أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كذا فعله بالحر وأمير المؤمنين كذا فعله بجيش الشام منعه من الماء لكن هو ما منعهم من الماء الإمام الحسين قال كذا وكذا 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 زين اليوم اللي فتح عينه شخصيا أول مرة لحد الآن في بالي أول مرة قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما جرى في كربلاء سمعت آني شخصيا كان يمكن عمري أربع سنوات أقال أكثر والدتي الله يحفظها راحت إلى مجلس استحبتني معها إلى ذلك المجلس مجلس نسوي كان لحد الآن بعد مرور أكثر من أربعين عام هاي القضية لا زالت عالقة في ذهني وبقية الشيعة هم نفس الشي بعد أنتو هم نفس الشي فهذا حتى لو بعديا خرج عن جادة الصواب خرج عن الالتزام خرج عن التدين بس الجذور تبقى جذور ربانية يريد يرتكب جريمة بس ذيك الجذور تمنعه ما تخليه لكن ذاك الناصبي من اليوم اللي فتح عينه وفتح إذانه السلفة منه هو هاي يقول السلف الصالح السلف الصالح ما يقول السلف صالح السلف الطالح معاوية ويزيد ومروان بن الحكام وعمر بن العاص وأبو سفيان وفلان 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 زيان اللي عندما يهجم على مالك ابن نويرة يقتل مالك ابن نويرة غدرا وبعدين يشيلون راس مالك ابن نويرة حسب ما ينقلون هم يريد يطبخ طعام زيان القدر على شنو يخلوه يخلوه على الأثافي أقل شيء ثلاث أحجار يكون تحت القدر حتى يكون فاصل بين الأرض وبين القدر يوضع فيه الحطب هاي الأحجار يسموها أثافي الأثافي ثلاث أقل تقدير وبدال ما يخلي حجر يخلي الراس مالك ابن نويرة يكون أحد هذه الأثافي وبعدين يعتدي على عرضه زيان وكل ذلك باسم الدين زيان هذا الناص هو لمن يكبر يسمع أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد بن الوليد خالد بن الوليد بطل الإسلام بطل الإسلام زيان شنو فعل هذا بطل الإسلام قتل أحد الصحابة بعنوان أنه مرتد غدرا غدر به لأنه في قضية مالك ابن نويرة عندما وصل خالد بن الوليد إليه ذول قالوا إحنا مسلمين وصلوا معهم ذول صلوا ذولهم صلوا غدرا قالوا زيان إحنا ما عدنا شغل بكم إحنا ما بعوثين من قبل الخليفة لأخذ الزكاة فأخذوا أسلحتهم بعدين قتلوهم صبرا وبعدين فعل ما فعل زيان هذا لمن يصير رضي الله عنه يصير السلف الصالح مالته حتى في كتبهم ينقلون أنه عندما رجع خالد بن الوليد عمر بن الخطاب أراد أن يقتص منا قال هذا قتل مسلما ونزى على زوجته وفعل كذا وكذا وكذا لازم يقتص منا بس الخليفة الأول ما قبل زيان هذا يصير سيف الله المسلول خل ليش هذا الناصبي ليتتبعه إذا ذاك سيف الله المسلول يرتكب هالجرائم وهذه الجرائم تقربه إلى الله حسب زعمهم وهذا النويصبي زيان من اليوم الأول فتح عين يشاف معاوية كذا عمر العاص كذا فلان كذا فلان كذا ليش ليتبعهم يعني إذا ما يتبعهم هذا الغريب إذا الناصبي لا يفعل هذه الجرائم هذا غريب هذا استثناء فإذن الإنسان يمكن يتخذ قرار هذا القرار يكون خطأ منهجي هذا الخطأ المنهجي يوصل إلى أسفل سافلين أكو في آية من الآيات القرآنية أقول بعض ذول المشركين بعض ذول الفصاق الكفرة في يوم القيامة تشهد عليهم أعضاؤهم إيده تشهد رجله تشهد جلده يشهد زيان وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا هو هناك رايح بالمحكمة الملائكة شهود وسجد للأعمال موجود زيان والآئمة شهود الرسول صلى الله عليه وآله شهود شاهد أو هو هذا يقول كذب 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 لا هذا كذب زيان الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم عندما أعضاء تشهد عليه وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنت نفسك الآن تتكلم من أعطاك هذه القدرة للكلام الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى زيان الله الذي أعطاك أنت القدرة على النطق وقبل ذلك كنت أنت من المواد الطبيعية في الأرض الإنسان جسمه مركب من شنو مركب من ماء وحديد وملح وكذا 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 هذه التركيبات تجتمع تصير إنسان بعد ما هم يموت تتحلل ترجع إلى الطبيعة مرة ثانية الله الذي أنت أنطقك هو يقدر ينطق جلدك في هذه الآية الآية البعدية الله سبحانه وتعالى يبين سبب أنه ذول لماذا ارتكبوا المعاصي يقول ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا خطأ منهج عنده عبالة إذا راح في غرفة في مكان وحدة الله سبحانه وتعالى لا يعلم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فتخطأ منهجي أن الله سبحانه وتعالى ما يدري الأسرار هذا سبب أنه يرتكب كل أنواع الجرائم هذا الذي أرداه أو فلان واحد يرتكب خطأ منهجي يقول الأئمة عدهم شفاعة لو ما عدهم شفاعة عدهم شفاعة يقول ما دام الأئمة عدهم شفاعة فأنا أرتكب جميع أنواع الذنوب والأئمة يشفعون لي هو صحيح الأئمة يشفعون للمؤمن هذا لا شك فيه ولكن بعض الأحيان الذنوب تسبب أن الإنسان يموت على غير ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الأئمة يشفعون لمن صحت عقيدته لكن هذا الذي ارتكب الذنوب ضامن أنه يموت صحيح العقيدة في الحديث إذا واحد ما راح للحج عمدا هو مستطيع يتمكن الطريق مهيئ له مستطيع يعني بالاستطاع الشرعي ما راح للحج في الحديث فليمت إنشاء يهوديا أو إنشاء نصرانيا في لحظة الاحتضار ما يموت على ملة الرسول يموت يهودي لو نصراني هذا اللي يرتكب الذنوب بعنوان أنه الأئمة راح يشفعوله زيان أنت ضامن أن تموت على ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حتى يشفعوا لك لو هذه الذنوب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنكذبوا بآيات الله هاي السوء أساء السوء هاي مثل حلقات حلقة تجر حلقة تجر حلقة إلى أن يوصل إلى وين إلى تكذيب آيات الله زيان أفرض هذا الفاسق مات على الولاية على الإيمان على العقيدة الصحيحة بس الشفاعة يوم القيامة تناله حتماً تناله إذا واحد مات على الإيمان تناله الشفاعة لكن متى تناله هذه الشفاعة يمكن هذا يؤخر في القبر يعذب إلى يوم القيامة بس من من حين الموت إلى يوم القيامة كم مليار سنة كم مليون سنة ما ندري وهو معذب إلى أن يوم القيامة تجي تشمل الشفاعة أو لا يمكن بعض الأحيان تتأخر الشفاعة حسب جريمته ويلقى في نار جهنم أحقاباً عد كل حقبة 300 سنة ما كثين فيها أحقاباً يمكن يبقى ملايين السنين في نار جهنم حتى يتصفى من الذنوب بعدياً يشفع له لذلك في بعض الأحاديث يقول الفقيه هو الذي لا يهون المعاصي على الناس حتى يرتكبوها ولا أنه ييأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا خطأ منهجي يسبب للإنسان يخسر الدنيا والآخر لذلك الإنسان حينما يريد أن يقرر خاصة في الأمور المهمة لازم قراره يكون قرار بدقة بعقلانية باستشارة بتقليب وجوه الرأي بعد ذلك يقرر القرار الاستراتيجي وإذا قرر القرار الاستراتيجي كل مصير وكل عمر وكل حياته يكون في مسير لو كان يقرر قرار يكون في مسير آخر الآية التي تلوناها في صدر الكلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الإنسان الذي عقيدة في الأئمة ضعيفة عقيدة في الرسول ضعيفة عقيدة بالدين ضعيفة بعض الأحيان بعض الناس عندما يوصل إلى مقامات الأنبياء والأئمة ينكر هذه المقامات شنو هالمقامات هذا غلو هذا كذا هذا كذا هذا كذا ويصير خلط بين الغلو وبين المقام يقصر وينزل الأنبياء والأئمة عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها بزعم أنها غلو مثلا لأن خلط صاير في ذهن بين مفهوم الغلو ومفهوم المقامات التي منحها الله سبحانه وتعالى هذا السبب شنو هو السبب في ذلك أن الإنسان بعض الأحيان ما قدر الله حق قدره هذا معرفته معرفته بالله ضعيفة الدعاء شنو يقول يقول اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك إذا واحد ما يعرف الله ما يعرف الرسول اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك هذا الذي لا يعرف الإمام هذا ما يعرف الرسول وهذا الذي ما يعرف الرسول ما يعرف الله اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني لذلك من الأمور المهمة أنه أنت الآن لنفسك أنا لنفسي وأيضاً أنا الموقع اللي عندي وأنتم الموقع اللي عندكم باعتباركم طلبة ورجال دين موقع هداية الناس لازم مسائل المعرفة والتوحيد هذه المسائل واحد يحقق فيها يدرس فيها يراجع الروايات فيها لأنه إذا صارت معرفة بالله سبحانه وتعالى المعرفة بالرسول والمعرفة بالإمام تستتبعها هذا الناصبي قلنا السلف الطالح اللي عنده واللي يسميه السلف الصالح مزيلاً اللي يشتبع هذا السلف الطالح لأنه ما عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى يتصور أن الله سبحانه وتعالى كالجيس مجالس على العرش جلوس طبيعي كل ليلة الجمعة وكل ليلة ينزل نزولاً بعضهم في معتقداتهم يذكرون أنه جالس على العرش بمقدار أربع أصابع من أصابع نفسه مخلي العرش أكبر منه مخلي هذا مكان يقعد فيه الرسول واحد منهم كما ينقل ابن أبي الحديد في شرح نحنج البلاغة يقول اللي على المنارة هو أقرب إلى الله من الذي على الأرض لأن الله فوق السماوات جالس هناك زيان فأنتش ما تكون أعلى تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا اللي عنده هالشكل رب هذا الرب هو مو الله هذا الصنم اللي عنده عين واللي عنده إيد واللي عنده رجل ويوم القيامة يطبوا برجلة في نار جهنم كما في بخاريهم زيان هذا الشخص هذا مو الله هذا صنم بس مسمي هذا الصنم الله فهو في الواقع يعبد صنما إحنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمرونا بأنه الذي يتشهد الشهادتين هذا أجروا عليها أحكام الإسلام يعني يعتبر مسلم ظاهرا له ما للمسلمين وعليه ما عليهم يدفن في مقابر المسلمين التناكح التوارث زيان وما إلى ذلك من أحكام المسلمين تجرى عليها بس هذا تسهيل الأمر على المؤمنين المؤمنين الله يريد يسهل الأمر عليهم قال هذا اعتبره مسلم يعني طاهر مثلا بالظاهر تناكح التوارث كذا كذا بس هو في الواقع كافر في الباطن ليش لأنه هذا يعبد صنم ما يعبد الله زيان عبد صنم يتصور أنه هو الله لذلك أحدهم أتصور ابن عبد الوهاب في إحدى رسالاته أو إحدى كتيباته يقول أنه إحنا عقيدتنا بالله لازم نخفيها عن العوام ما معناه لأن العوام إذا عرفه وأنه نعبد هشيك الرب على كل حال راح يسوون ثورة علينا زيان هذا هشيك الرب يعبده أما النبي صلى الله عليه وآله فينسبون إليه كل نقص والعياذ بالله وأما سلفهم الطالح هم ذولة اللي ذكرناهم ويفعلون ما يفعلون فوصل إلى هذه المرحلة إحنا إذا نريد نترقى إلى المقامات العالية في الآخرة وإلى الدنيا لازم معرفتنا بالله سبحانه وتعالى تكون معرفة صحيحة صحيح أنه المطلوب من كل واحد من المسلم أن يعتقد بالله وأن الله منزه من كل نقص وأنه محلى بكل كمال أنه لا يظلم أنه عادل حي رازق كذا هذه الأمور أي واحد ما يعتقد بيها يكون كافر أصلا هذا المقدار الذي يجب أن يعتقد به كل مسلم وكل مؤمن لكن الزيادة في المعرفة وخاصة من طلبة العلوم الدينية هذه زيادة في الكمال يعني الآخرة ليش درجات؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة ليش؟ العمل الصالح صحيح بس إذا العمل الصالح انطلق من عقيدة فاسدة هذا مو صالح أصلا هذا العمل كله باطل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة كلما المعرفة تكون أكبر الدرجة تكون أعلى لذلك نحن لازم مسائل التوحيد والمسائل المرتبطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى هذا نخليه في أولويات أمورنا إذا هذا كمل طبعا ما إلى نهاية لأن الله غير محدود ومعرفة الله سبحانه وتعالى غير محدودة قابلة للترقي بشكل مستمر إذا عرف ذاك يعرف الرسول إذا يعرف الرسول يعرف الإمام إذا عرف الإمام يكون دين دين صحيح عمل عمل صحيح الأساس إذا صار صحيح ما يبتنى على ذلك الأساس أيضا يكون صحيح وإذا الأساس كان غلط إلى الأخير راح يروح يكون غلط مو آني فقط بالنسبة لنفسي لأن كل إنسان الذين يبلغون رسالات الله هذا بالنسبة للكلها مو خاص برجال الدين لكن طلبة العلوم الدينية التبليغ عندهم أوجب وأهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يقضي حوائجكم ويستجيب أدعيتكم وأن ينقذ العراق وأهله من شر هؤلاء النواصب ويرجع كيدهم إلى نحورهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وأن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا وإياكم من أمصاره وأعوانه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفحات 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 تسكي النفحات